وسهلا بكم مشاهدنا الكرام في هذه النشرة الإندارية لآخر تحديث الذي صدرها قبل قليل الفيديو جديد وإن شاء الله توقعات جديدة خاصة بتقس المغرب إن شاء الله سنقدم لكم إن شاء الله توقع درجة الحرارة وكذلك الرياح والأمطار وإن شاء الله حالة البحر فالمرضي دعونا بلايك والشتركة في القناة بارك الله فيكم وشكرا لكم سننتقل أخواني مباشرة إلى التفاصيل وبالنسبة أخواني كرام للمناطق المعنية بالرياح المرتفعة اليوم بغد إن شاء الله سنقدم لكم المناطق المعنية وكذلك بالتربات الجوية إن شاء الله بالتفصيل أخواني كرام بعد الزوال يتوقع أن تصل درجة الحرارة على مناطق تطوان 28 العرائش 31 ببرد 37 وكذلك الحسيم 25 الناظر 27 وجدة 38 درجة وترودانت 36 درجة وتازة 9 و30 فاس 43 واربعون سيدي اسليمان 44 الريباط 26 والجديدة 25 بالنسبة للتربة إذا قد تصل درجة الحرارة إلى 27 كذلك الماتق خريبقا 41 ستات 41 وكذلك بنقريل 41 مراكش 41 والشيشاوة وتسعود 30 وآسف 27 وعشرين وكذلك السويرة 24 خنيف رات ساعة وثلاثين ومدلة 34 بني ملة 42 والرشيدية 37 مرزوقة 43 تين غير 35 وارزادة 35 وكذلك تاليوين 34 تارودانت 45 سوس 25 وكذلك زاقورة 41 فومسقيد 40 وطاعة 40 درجة وآشت 42 قلمين 36 تزنيت كذلك 36 وبالنسبة لي ان شاء الله كذلك مناطق الجنوية الملكة قد تصل للدخل إلى تسعة عشر درجة إخواني كرام كما تشاهدون بالنسبة لهذا الأسبوع لدرجة الحرارة إخواني كرام ستعرف بعض الارتفاع المرحوض والقوي إخواني كرام وكما تشاهدون تقص حار قوي على المناطق الوسطى كما تشاهدون قد تصل المناطق الوسطى إلى 44 درجة مناطق الجنوب الشرقي قد تصل إلى أزيد من 43 درجة وكذلك قد تصل على تارودانت 46 درجة كذلك مناطق سيدي سليمان قد تصل إلى أكثر من 44 درجة إخواني الكرام تقص حار جدا كذلك على قليم جنوية الملكة خصولها أصمارة وقلميم وإقليم أوسرد من المتوقع إن شاء الله كذلك يوم السبت حرارة تصبح نسبية مرتفعة بحول الله ستبقى مرتفعة أخواني كرام موجة حرقوية كما تشاهدون القليم الجنوية الملكة كما تلاحظون والمناطق الوسطى الداخلية والجنوب الشرقي ستعرفوا درجة حرارة مرتفعة أخواني كرام لكن خلال أيام القادمة سنقدم لكم الآن توقعات بالنسبة للأمطار إخواني الكرام سنعطيكم التفاصيل إن شاء الله في هذا الفيديو الرياح إخواني الكرام ما يتوقع يوم إن شاء الله غد تشكر الرياح قوية على العديد من المناطق المملكة قد تتجاوز إخواني الكرام أكثر من 60 كم وقت تصيق إلى 70 كم في الساعة مع الأبنين ملال وكذلك تبينت مراكوش وبين قرير واخري بقاخوني فرع وكيكو كذلك فاس وتازم ببرد ومناطق الرشيدية وتنغير ورزات تليوين وكذلك تازنغت وطاطا بالنسبة للتساقط الأمطار إخواني الكرام تشكوا الأمطار رعدية على العديد من المناطق المملكة كما تشاهدون إخواني الكرام على أوقيم دن أمزميز إيمتانوت وكذلك تازنغت وإتباهها قد تصلت للمناطق حتى مناطق الريش والرشيدية وبني ملال والتنفيد وكذلك هدب الفوسوات والكارب الرشيد وكذلك المناطق سكورة مداز والمرتفعات الأطلس والريف إن شاء الله وجهة شرقية قد تصل وكذلك تساقطات مطارية رعدية محلين قوية لعديد من المناطق المملكة خصوصا منها المناطق التي سنعطيكم المناطق المعنية بالعواصف الرعدية فهي ماتقش بشاون وزان وكذلك مرتفعات الريف والأطلس إن شاء الله كذلك سيد سليمان والخميسات مكناس وفاس وإيفران والماسة خريبك وسطعة إن شاء الله كذلك سيد سليمان سأليوسوفية مراكش قل استغناء بن قرير مراكش أزاقورة وورزازات وتيرودانت وأتباهها وإن شاء الله المرتفعات إن شاء الله ستعرفوا وجهة الشرقية بعد العواصف الرعدية إخونا كرام يوم الجمعة من المتوقع إن شاء الله استمرار الضغط الجوي المرتفع وسبب ارتفاع ملحوظ وقوي في درجات الحرارة العديد من المناطق المملكة إن شاء الله مع عواصف رعدية مدارية قوية إن شاء الله والتربات الجوية رعدية محلية على المرتفعات والمناطق المجاورة والهدابة العلية الأطلسية وكذلك المرتفعات الريفة وبالنسبة اخواني كرام للتساقطات الامطار الرادية كما تشاهدون العديد من المناطق المملكة معنية بعد الامطار الرادية والتساقطات ان شاء الله. كما تلاحظون اخواني كرام امطار الرادية غدا اه يوم الجمعة ستبقى قوية جدا على مناطق ايد تاود. ششاوة ومناطق بنقرير واليوسفية وكذلك استات. مناطق القارة برشيد خريبقة والماس والرماني وكذلك الخميسات. سيد سليمان وكذلك خنيفرة خريبقة. ششاوة وإيساقن. كنون وساكة ووجدا وتوريت وكذلك بعفو بوعنان والرشيدية والريش وقرامة وميدلت وسكورة مداز وكذلك وارززات وزاقورة بما تعرفوا بعد الامطار الرادية اخواني كرام. اضطراباتنا اجواء رادية اخواني كرام على العديد من المناطق المملكة ان شاء الله. كما تلاحظون كذلك على الشمال الاقلي من الجنوبي انك قد تصل حتى مناطق التافرات وايتباه ان شاء الله تساقطات مطرية محتملة على هذه المناطق ان شاء الله بحول الله. وخلال يوم السبت فمن المتوقع استمرار الاجواء الغير مستقرة على العديد من المناطق المملكة وعما استمرار العواصف الرادية. اخواني كرام اسبوع رادي اخواني كرام من العواصف الرادية مع ارتفاع في درجة الحرام وتكونات الرادية خصوصا بعد الزوال. سوف تعرفوا العديد من المناطق المملكة باذن الله. تساقطات خوة العزاز بيت ربك بما قاملوا الفيديو. دلونا لايك وبارضع جهود فيديو. ودلو اشتراك في القناة وشكرا لكم. المناطق المعنية هنا كرام فيس كورا مداز وكذلك المرتفعات الاطلس وكذلك التبانت اوتومفيت واملشيل. واغرم ان شاء الله واسول امطار رادية قوية. قد تصل كذلك على المناطق التالية. تساقطات مطارية رادية على ورززات. وكذلك مرتفعات الحوز على امطار الرادية محتملة ان شاء الله على العديد من مناطق المملكة. بسبب الضغط الجو المرتفع وكذلك التكونات الرادية القوية على العديد من مناطق المملكة. ان شاء الله بحول الله. وسرعان ما سوف ترتفع درجة الحرار بالشكل قوي خلال اسبوع القادم. قد تصل الى آآ مقاييس قوية جدا. اخواني الكرام. فكذلك العواصف الرادية فهي مستمرة اليوم الاثنين اثنين وعشرون من هذا الشهر. كذلك يوم الثلاثة ثلاثة وعشرون استمرار العواصف الرادية والتقص الحار بسبب تكون هذا المرتفع فوق المملكة. مباشرة وذلك سيؤدي الى ارتفاع قوي في درجة الحرارة بإذن الله. ومن المتوقع بحول الله عن استمرار هذه الاجواء الرادية على المناطق الشمال الغرب والشرقي وكذلك المناطق المجور مرتفعات شفشاون وكذلك مرتفعات الريف ستعرف وضعات مطارية رادية. خلال يوم الخميس القادف هذه التوقعات ما زالت بعيدة المدى وقابلة للتغيير. بالنسبة اخواني كرام لتوقعات حالة البحر خلال توقعات الايام المقبلة. فتشير نماذج التقص العالمية بان البحر سيكون اليوم الخميس بعلوم موج بين الرباط والضرب وطنجة بين المتر ونصف الى اه مترين اخواني كرام كذلك على سوس سيكون البحر هائج الى قوي الهيجان بين اه متر او الى مترين اخواني الكرام اه على المناطق سوس كذلك لقال مجربي منك قد يصل الى متر ونصف والواجهة المتوسطية قد يصل الى نصف متر. يوم الجمعة سفتكون البحر قليلا يوجد الى الواجهة متوسطية وقليلا يوجد الى اج على المناطق بين اكدير واضحettu الربيض اكواني كرام وبين موجود والطنجة قد يصل الى satu متر اخواني كرام. بالنسبة لجنوب المملكة كذلك سيكون دقيق هذا علوم الامواج الى متر اخواني كرام. يوم السبت. يوم السبت سيكون البحر قوي الهيجان بعض الاول مترين على قليل في سوس وكان السواحل الاطلسية cl.онец مواجهة متر ونصف. وكذلك على الواجئة المتوسطية سيكون البحر قليل الهيجان بإذن الله على مناطق الواجئة المتوسطية بالنسبة اليوم الاحد ثلاثة وعشرون ان شاء الله فسيكون البحر قوي الهيجان على السوس وشمال الاقليم الجنوبية من كاس سي coming to 3 امطار. بين المترين والنسف الى مترين اخواناك بين الداخل اه كدريك البوشدور. وطانطان وان شاء الله اقادير. ومناطق اه طار بيضاء بين المتر ونسف. وبالنسبة الوجه متوسطي قد يصل الى متر اخوانا كرام بحر. سيكون هائج نسبيا يوم الاحد. فالمرجوع اخضاء. الحيطة والحدر مشاهدنا كرام في اخر تحديثات النماذج التقس العالمية التي صدرت قبل قليل. يوم الاتنين استمرار البحر اه ايجي لقوي لهيجن بعلوم ترين اخوانا كرام. والوجه متوسطي قد يصل الى متر.